بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا تجعل الشيعة يستدرجوك يا ابو الشباب ويوقعوك في مغالطة كبيرة وأنت غافل إيه هي المغالطة دي المغالطة دي باختصار هم بيقولولك فاطمة رضي الله عنها سيدنا علي وأبنائهم وكده دول أهل البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بترد بشكل تاني عاطفي وتقول لا أمهات المؤمنين وتخش في الجودة وأنا مش عايزك تناقش الجودة معاهم ليه بقى مش عايزك تناقش الجودة معاهم لأن إحنا أولى بسيدنا علي وإحنا أولى بستنا فاطمة رضي الله عنهم جميعا وإحنا أولى بالحسن والحسين وأبنائهم إحنا في الحقيقة هم دول أهل نحن هم دول أسياد نحن الشيعة عمل لاش علاقة بالناس دي الشيعة دول هم سبقيون في الحقيقة هم أتباع عبد الله بن سبق اللي هو عمل مسألة الغوغاء وحزب الناس جابوا بأعتقد من مصر وفي واحد تاني عمل نفس الحكاية وجابهم من اليمن وفي واحد تاني جابهم من العراق وكان الأشطر النخعي أصلا حتى قبل الفتنة الكبرى بشوية عمل يقلب الناس على سيدنا عثمان في العراق وكانت الأمور مشية بهذا الشكل فهي في الحقيقة هم ملهمش علاقة بأهل البيت خالص هم مسألة يعني هم اتبعوا الغوغاء واتبعوا في أحسن الأحوال عبد الله بن سبق وجماعة المنقلبين دول أنا خلاصة الفيديو عايز أقولك مسألة في منتهى الأهمية هي إيه؟ هي إن أهل البيت هم أهل السنة هم أهل نحن هم أسياد نحن هم يعني إحنا أولى بهم أما التانيين فيبكون عليهم من ناحية ويقتلوهم من ناحية تانية والله ده كلام فلا تنخدع أبدا ولا تقر للشيعة بأنهم بتوع أهل البيت والإمام فلا تنخدع أبدا ولا تنقر وراء الشيعة ولا تقر لهم أنهم يعني أهل البيت وإنت تأخذ موقف المدافع عن السنة وهم يأخذوا موقف المدافع عن أهل البيت هم في الحقيقة بيدفعوا عن السبقيين وعن عبد الله بن سبق لازم دايما تقولك إلا أقوله أنت شو علاقتك بالموضوع أصلا أنت قتلت أهل البيت تسكت خلاص انتهى الموضوع والسلام عليكم